لو الحكاية فيها هنا ذي عبدالرحيم العوضان المحامي مدير مركز الجنود الحق احنا النهار لها بنحتفل كما نحتفل العالم باليوم العالمي المكافحة الفساد الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة قدرت يوم كل سنة اللي هو يوم 9 دسمبر للاحتفال باليوم العالمي المكافحة الفساد لنشر التوعية بالاتفاقية الدولية من هذا المنطلق مركز الجنود الحق عقد اكثر من ورشة حوالي 12 و 13 ورشة في محافظات قصوان والاقص الوقينة وسوهاي اعملنا احنا هنا في قصوان 3 ورش في كرة كومومبو ودراغو واختتمنا فعلياتنا يوم 7 و 17 بمؤتمر حضر والاستاذ فاروق عبدالفالق والاستاذ الهامي المرغم وده كان كله في اطار التوعية بمكافحة الفساد لان المسألة لا تتعلق بالمكافحة الفساد الامر لا يتعلق بالحقومة والجهات المعنية انما هو على المجتمع كله ان يسعى الى مكافحة الفساد اهداف المركز لا تقتصر فقط على المكافحة الفساد والتوعية بمكافحة الفساد انما احنا بندافع ايضا في مسائل متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالنسبة لمكافحة الفساد احنا عقدنا اكثر من ورشة في اكثر من محافظة في اللي هي في محافظات اسوان والاقصر وقناء والسهاج مع الجماهير للتوعية بمفهوم الفساد وآليات مكافحة الفساد وده كان خلال الاسبوع اللي فات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد اه فكرة المركز جات من ان احنا كنا مجموعة من اصدقاء الشهيد محمد محصر في محافظات اسوان والاقصر وقناء والسهاج في البداية انشأنا ما يسمى باتحاد صوار جنوب السعيد ده كان في افتكر كان يوم 28 اغسطس 2011 وبعد كده خدنا فترة تحت هذا المسامة ولكن فكرنا ان احنا ننشئ كيام مؤسسي من الناحية القانونية ففي مارس 2013 انشأنا مركز الجنوب للحق ومركز الجنوب للحق المركز الرئيسي في اسوان وله افرع في محافظات الاقصر وقناء واسوان. احنا في مركز الجنوب للحق من خلال دورنا في مكافظ الفساد لا يقتصر على التوعية وفقط من خلال الورش اللي بنعملها مع الجماهير. انما ايضا بنتنقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمسائل بمسائل فساد من المسؤولين وما انزلت. وبنبدأ في في مسألة الشاكوى دي بمخاطرة الجهات المعنية ابتداءا هو اذا لم تتحرك الجهات المعنية بنضطر ان احنا نرفع دعوة قضائية اه لمكافحة هذا الامر. اه ده من جهة ومن جهة تانية احنا برضو بعيدا عن الشكاوى اللي بنتلقاها من المواطنين. اه بنعمل تقارير امكن اعدينا تقارير ربع سنوي عن بعض المشكلات المتعلقة بنواحي الفساد في محافظات اسوان والاقصر وقنى وسهاج. وبصدد عرض تقارير ضاع على المسؤولين. وعلى الاحزاب السياسية لتتضمن برامج الاحزاب السياسية في الفترة القادمة حل هذه المشكلات. ومن هنا انا بناشد منظمات المجتمع المدني لان يعني اه يعني اه اه يعني اه يعني منظمات المجتمع المدني بتتكلم عن مسائل حقوق الانسان وفقط. ولكن انا بناشدهم ان هما يتضمنوا في برامجهم اه وفاعلياتهم اه جزء عن مكافحة الفساد. لان الدولة الوحدها مش هتقدر اه تكافح هذا الوباء العالمي. لا سيما ان احنا شخنا خلال تلاتين سنة اه كيف افسد نظام مبارك المجتمع بكامله من خلال العديد من التشريعات اللي بدأت الف الف واربعمائة واربعين اه تشريع من سنة اربعة وسبعين. من منطلق ده انا بناشد منظمات المجتمع المدني وبناشد المواطنين وانكن بناشد الدولة ان تكون لديها ارادة سياسية حقيقية في مكافحة الفساد من خلال اه اه تعدين التشريعات التي تؤدي الى انفاز او هروب المسؤولين من العقاب او جعل الفساد مسألة مقننة كعمل مؤسسي. موسيقى موسيقى موسيقى